ايه بكرة تشتغل عليه في سوني ديب؟ يعني انت عامل سكورك وعيس في مبارات الزهاب تقريبا متأهل بنسبة كبيرة جدا ولوين دي بنقصين ما فيش حاجة مضمونة في كورت القدم لكن المستوى اللي شفناه من سوني ديب ما يمش مقلق قوي بنسبة لنا مطشنا بكرة على أرضنا عاملين نتيجة أجابية تشتغل على ايه كابتن حسين؟ زي ما كنت بتكلم حضرتك من شوية النادي الآلي العناصر اللي هي بتبقى ما بتاخدش فرصة بشكل كبير دي حاجة كويسة بالنسبة له وأكيد الراجل طبعا في زهنه الكلام ده كله انه هو عايز يجهز أكبر عدد ممكن من اللعيبة اللي هي تبقى موجود فممكن يريح لعيبة أنا شايف ان الشناوي برضو يعني هو قرار صعب قرار صعب جدا بالزبط قرار صعب بقاله فترة طويلة ما شاء الله عليه ربنا يحفظه يعني انه ماشي بشكل كويس فبرضو من فترة لفترة لازم ياخد فترة راحة والكلام ده كله عايزين نقول النتيجة اللي هناك برضو رايحانة شوية والفرقة مش بس اللعيبة بتاعت النادي الاهلي مش هتاخد الموضوع بالشكل اللي ممكن الناس تشوف فيه تهاون يعني بالزبط لان احنا كنا بنتكلم من شوية برضو عشان يبقى كلامنا منطقي ان اللعيبة اللي ما بتاخدش فرصة لو خدت فرصة بكرة ان شاء الله بازن الله هي عايزة تقول للراجل ان انا موجود ان انا عايزة لعب ان انا ممكن اخد فرصة كويسة فهتلاقي العملية مش هتبقى بالناس زي ما هي متخيلة ان الامور هتبقى لاوة فيه مثلا ممكن يبقى الشد العصبي اقل شوية انما كناتج في الملعب ان انت تكافح او ان انت المكسب بتاعنادي الاهلي والكلام ده كله هتلاقيه موجود الجدية في الاداء نفسه هتلاقيه موجود انا انا مستني بكرا انه لعبة الاهلي اتمتعني يعني تدلع جمهور يعني يعملونا مباراة كده عارف الكرنغال فيه كل فترة وفترة كانت لأهلي عامل شو كرة حلوة وذكر حلو ورسالة زي ما كنت بقول برضو انت حمل لقب البطولة وبالتالي انت مش بتلعب بس سوني ديب ده انت بتلعب سوني ديب وعينك على كل المنافسين بتقول لهم انا جاهز للعشرة يعني انا جاهز البطولة دي فبتبقى المطشط دي كمان رسالة للمنافسين المحتملين بتوعك في البطولة هي اجمل ما فيها للعيبة ان هي هيبقى فيها الشد العصبي اقل فزي ما حضرتك بتقول ان لما لعيب الكرة لما بينزل ما بيبقى الموضوع بالنسبة له الشد العصبي اقل شوية حتة الاداع هنا بتيجي لان انت وقت كبير جدا اللعبت النادي اللقالي دايما محتوطة تحت ضغط التلاتة بنت او البطولة بقى حضرتك زي من النوادر ان انت تجيلك مباراة زي كده الا في نهايات مثلا الدوري تكون حسامة الدوري مثلا قبلها بكاز اسبوع او كلام ده كله فممكن تلاقي اللي حضرتك بتقوله ده الكرة الجميلة بقى ان هي اهدأ اعصابا الكلام ده كله ممكن يبقى موجود ممكن ان شاء الله باذن الله نشوفه بكرة مع اللعيبة انا بشوف ان ممكن مستر المسلمان يدي يدي فرصة لناس اه ما تاخدش كتير اي على اساس ان هي تبقى جاهزة برضو لان انت قربت برضو على الموضوع الكاسعالق معندية والكلام ده كله فالناس دي برضو عايزة تثبت ان هي يبقى لها مكان في الفريق فهتلاقي برضو الاداء بتاعهم في منتهى الجدية لان النادي الالي متعود كل اللعيبة اللي موجودة في النادي الالي متعودة ان ما فيش تهاون ولا في تمرين ولا في اخزار ولا في مباريات ماتشوف فهتلاقي الاداء اهدأ بالنسبة عصبيا اهدأ التوتر اقل واخدار حضرتك ازاي بس في نفس الوقت مش هيجي على حساب الاداء بتاع اللاعب نفسه الجدية بتاعت المباراة التأهل بشكل كويس باداء كويس ان شاء الله بازن الله يبقى موجود بامر الله يعني ان شاء الله